يوصل البابا تودرس أثاني بابا الإسكندرية بالتريارك الكرازة المرقصية استقبال المهنئين بعيد الميلاد المجيد وذلك بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية وفتحت الكاتدرائية المرقصية أبوابها لاستقبال المسؤولين ورجال الدولة لتهنئة البابا تودرس بالعيد كما يستقبل البابا الكهنة والأساقفة وأبناء الكنيسة القبطية للتهنئة وسط أجواء احتفالية كلنا فرحانين وسعداء سعادة بالغة من التفاهم والتآخي والترابط اللي بيحصل في مصر ومزيد من النمو والإزدهار بنهني الرئيس على ولايته الجديدة في المقرر البابا بتبقى أجواء كلها فرح الأسر بتأتي هنا في المكان ده الكبير والصغير الأولاد بيبا فرحانين بوجودهم في وسط القيادة الدينية الرمز اللي هو قدس البابا تودرس الثاني أدام الله لنا حياته أكيد طبعا وجودي في حضور البابا ده بيزود من إحساسي بالعيد وبالفرحة ودايما كلامه بيبقى حلو قوي ومؤثر فينا وكلمة برح كانت حلو قوي والنهار ده كمان كان بيكلم عن السلام والمجد والفرحة والبهجة النهار ده احنا كلنا بنحتفل وبنبتهج بعيد ميلاد مجيد في الكاتدرائية مع قدسة بابا ومع إخواتنا المسيحيين النهار ده يوم سعيد مليء بالبهجة والسعادة والفرحة اشتركوا في القناة